السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي أحد الشخصيات المشهورة في مصر إعلامي مشهور ليس بمسلم وإنما هو نصراني وانتشر كلام له أنه تكلم عن شيخ الشعراوي سأعلق على هذا الكلام وعلى أمر آخر كلما توفي شخص مشهور من غير المسلمين تجد أن بعض المسلمين يترحمون عليه وبعض محرفي الدين يجيزون الترحم عليه سأقول لمن يسمعني آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تغنيه عن كثير من النقاش والأقوال والردود آية واحدة إن شئت فهذا كلام الله وإن لم تشأ فالأمر يعني بينك وبين ربك الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي آية صريحة وواضحة ولا لبس فيها من كفر بآيات الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من كفر به فهذا يأس من رحمة الله ما يجوز لك بعد ذلك أن تقول لا هذا ليس بيائس وأنا سأدعو له بالرحمة والله يقول لك إنه يائس من رحمة الله هذه معاندة لآيات الله هذه معاندة لما قاله الله سبحانه وتعالى أعيذكم بالله من أن تقعوا فيها ما هو الإيمان بالقرآن الكريم؟ أن تؤمن بأنه كلام صدق نزل من عند الله سبحانه وتعالى على نبي صادق بلغه بلاغا صحيحا وتتبعه وتقول إن من عارضه وما خالفه كل ذلك باطل من لم يؤمن به من لم يؤمن بهذه الآيات بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا يائس من رحمة الله الدعاء عبادة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لا يجوز لنا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما يناقض ما جاء عن الله نعم يجوز لنا أن ندعو بما نشاء لكن دون اعتداء في الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فتدعو لكن دون أن تعتدي كيف يعتدي الإنسان هناك ثلاثة أنواع للاعتداء في الدعاء النوع الأول أن يدعو الإنسان بالمعصية يدعو يا ربي يسر معصية من المعاصي هذا أمر خطير هذا اعتداء كبير حتى عده بعض علماء المذهب الحنفي عدوه كفرا بالله أن يدعو الإنسان مثلا يا ربي يسر شرب الخمر لفلان مثل هذا يعني أمر خطير جدا النوع الثاني من أنواع الاعتداء أن يدعو مستهزئا يستهزئ بالدعاء يدعو بدعوة معينة ليضحك الناس هذا لا يجوز هذه سخرية من عبادة من العبادات وهذا أيضا أمره خطير كالأول وقد يكون أخطر من الأول كذلك النوع الثالث بقى أن يدعو الإنسان بما يناقض سنن الله في كونه وبما يناقض أخباره يدعو الإنسان أن يحوله الله إلى ملك من الملائكة هذا مناقض لسنن الله في كونه فهذا لا يجوز أن يدعو الإنسان به أو يناقض خبرا من أخبار الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مثلا أخبارنا بأنه مثلا في آخر الزمان سيحدث كذا فيدعو الإنسان يا ربي لا يحدث كذا هذا يناقض ما أخبار الله سبحانه وتعالى أخبار الله صدق وأخبار النبي صدق فلا يجوز الإنسان أن يدعو بما يناقض هذه الأخبار فإذن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الاعتداء في الدعاء لا يجوز لأي إنسان أن يدعو بهذه الطرق وإنما تدعو الدعاء الذي يدعوه المسلمون دعاء الخير دعاء الذي يوافق شرع الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمفيد فوزي والكلام حول الشعراوي طبعا لا أحد فوق النقد لا أنا لا أنت لا شيوخنا ما في أحد فوق النقد إلا الأنبياء طبعا إلا أن النقد لا بد من أن يكون منضبطا لا يجوز أن ينتقد الإنسان بباطل مفيد فوزي لما انتقد الشعراوي انتقده على أنه دعاء الممثلات للحجاب الحجاب شعيرا من شعائر الإسلام عندما تنتقد رجلا سواء كان الشعراوي ولا كان أحسن إنسان ولا أسوأ إنسان إذا انتقدت هذا الإنسان لأنه دعاء إلى شعيرا من شعائر الله إذا أنت تحارب دين الله هذا حرب لدين الله أنت تحارب شريعة ولست تحارب شخصا لأن هذا الشخص بغض النظر منه هو دعاء إلى هذه الشريعة فعندما تحاربه أنت حاربت الدين أنت جالس في بلد سكانه مسلمون أغلبهم وتأتي وتقول لا أنا ما بدي مسلم يدعو إلى شعائر دينه ما هذا من أنت وبأي حق تتكلم بهذا لا يجوز لك ولا لمن هو أكبر منك ولكن هناك حرب الآن مسلطة على الدين لا بد للإنسان المسلم أن يفتح عقله وينظر بعض الناس وبعض القنوات ماذا تفعل؟ تريد أن تحارب الدين لكن لا تستطيع أن تواجه الدين مواجهة مباشرة لأن المسلمين سيتفطنون فيواجهون الدين مواجهة غير مباشرة فماذا يفعلون؟ يأتون ينتقدون جماعة مثلا جماعة من الجماعات التي وصفت بأنها إرهابية أو ما شابه ذلك فينتقدون شعيرة من شعائر الإسلام يربطون بهذه الجماعة نحن ننتقد الجماعة لا ننتقد الشعيرة تبه هو لا ينتقد الجماعة هو يحارب الإسلام باسم محاربة هذه الجماعة يأتي يقول لك مثلا الإخواء المسلمين الدواعش الفلانيين كذا يدعون إليك شيء معين من الدين فهم يحاربونهم أمام بعض المغفلين هم يحاربون هذه الجماعات واقع الأمر هم يحاربون الدين بغض النظر عن أن هذه الجماعات قد يكون عندها مخالفات للدين أنا لا أتكلم عن هذا لكن إذا جاءك أفسق إنسان ودعك إلى الصلاة فجاءوا وقالوا شوفوا هذا يدعو إلى الصلاة يريد من الناس أن يتركوا أعمالهم وكذا ليذهبوا إلى الصلاة ويقولوا نحن نحارب هذا الفاسق لسنا نحارب الصلاة لا هم حاربوا الصلاة هم حاربوا دين الله سبحانه وتعالى هم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وأخبرنا وأمرنا بهذه الصلاة هم حاربوا الله سبحانه وتعالى الذي كلف نبيه بأن يأمرنا بالصلاة وأنزل علينا كتابا من السماء بكلامه هو سبحانه وتعالى وأمرنا بالصلاة هم حاربوا الله فإذن هناك حرب على الدين باسم محاربة شخصيات معينة أو محاربة جماعات أو كذا وهذه الحرب على الدين ليست مقتصرة على مفيد فوزي مفيد فوزي حتى لو حارب الدين الصراحة وبالنهاية رجل ليس بمسلم أو بالأحرى لا ينتسب إلى الإسلام لأن هناك أناس أيضا ليسوا بمسلمين ولكنهم ينتسبون إلى الإسلام ويحاربونه وللأسف بعض الناس يقول لك مسلمون مثلنا مثلهم اجتهدوا وأخطأوا له أجر يحط لك له أجر لأنه حارب الدين هو واحد علماني واحد يعني ما يسوى بسوق الغلاء ليرتين يحارب الدين وهناك أبواب تفتح لمثل هؤلاء لأن هناك من المتسلطين على رقاب المسلمين من لا يريد الدين ما أريد أحد متدين لأن الدين هذا يزلزل عرشه هو يريد الناس عبيد له عبيد للوطن وطنية والوطنية بالنسبة لهم القائد السيد القائد فإذا صار انتماؤهم للدين هذا سيخرب مشروعه فلذلك الأبواب تفتح لمثل هؤلاء الذين يحاربون الدين لكن ما راح يقول لك أنه سيحارب دينك هكذا مباشرة أنت حتى لو كان الإنسان من أفسق الناس سيجد ردة فعل كيف تحارب ديني هكذا؟ لا فيتلوى بطرقه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الحق وأن يبصر الناس وأن يبصرنا وأن يهدنا لسبول الخير وأن يزيل عنا سبل الشر ومن يدعو إلى الشر نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من أراد الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلاك تفلح ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتقعان في أهل الحديث وتقدح